اشتركوا في القناة عن مرض اخر من الامراض الجنسية او المنقلة جنسيا هذا المرض فيروس بنسميه الهيربس والهيربس للاسف بدأ ينتشر عندنا في العديد من الشباب والفتيات وحتى في الاطفال بدأنا نشوفه وهذا الفيروس يعني بيسبب مشاكل خطيرة جدا بتشوف كده حوالين الفم حوالين الشفتين كده بعض الفققيع وبعض التقيحات والبثور وبيظهر ايضا نوع من اسم النوع التناسلي ده بيظهر حوالين الاعضاء التناسلية سواء في المرأة او في الرجل بنجده ايضا ممكن يزرع على الاصابع وبيظرر في اماكن اخرى في الجسم وفيه منه انه هيربس بنسميه الهيربس سيمبليكس نمبر وان او رقم واحد وده ممكن يعمل مشاكل في الجهاز التنافسي وبيعمل بعض الحزام او الجدار الناري اما بيصيب المنطقة بتاعة العضلات والاعصاب اللي هي بين الضلوع فبيؤدي الى اعلام شديدة جدا جدا بيسموه الحزام الناري والعياذ والله منظمة الصحة العالمية عملت احصائية للمصابين بالهيربس حول العالم تعالوا نشوف كده الاحصائية ده بتقول لنا ايه تقول ان تلاتة وسبعة من عشرة بليون شخص حول العالم مصابين بفيروس الهيربس الاول والتاني معدين هيربس رقم واحد وهيربس رقم اثنين رقم اثنين ده بيسبب مشاكل الجنسية تلاتة وسبعة من عشرة بليون يعني نصف القرى الارضية بمعنى ادقى نصف القرى الارضية او ما يزيد كمان عن النصف مصابين بفيروس الهيربس من النوع الاول والنوع الايه والنوع التاني خمسمائة مليون مصاب بالهيربس التناسولي خمسمائة مليون مصاب بالهيربس التناسولي من النوع الهيربس التاني مية واربعين مليون مصاب بالهيربس في امريكا واوروبا غرب البسفيق في التلاتة اماكن دول امريكا واوروبا غرب البسفيق 140 مليون مصاب بالهيربس التناسولي ولا عزو الله 50% من الأمريكان مصابين بالهيربس في الفئة العمرية اللي هي من 14 ل 49 سنة اللي هي فتت بقى المراهقة لغاية سن 49 سنة 50% من الأمريكان المصابين بالهيربس في هذه الفئة العمرية 90% من الذين يمارسون الجنس المحرم مصابون بالفيروس الهيربس من خلال الفحص المعملي وهم لا يشعرون بذلك أنا هو مش عارف ان عنده هيربس ولما راحوا عاملوا فحص معملي وجدوا ان 50% من الذين يمارسون الجنس المحرم والعياذ بالله 90% من الذين يمارسون الجنس المحرم مصابون بالفيروس الهيربس وهم لا يعلمون ولكن المعمل هو اللي بلغهم ان هم مصابين بهذا الفيروس اللي هو بيسبب مشاكل خطيرة جدا تعالوا كده نشوف دراسة اتعاملت في امريكا من خلال مركز الامراض والسيطرة عليها في امريكا لو بنسميه CDC يقولون ان 45 مليون من الامريكان مصابين بالهيربس التناسولي 45 مليون من الامريكان مصابين بالهيربس التناسولي والعياذ بالله الهيربس يعني هذه الاصابات اللي هي سواء الهيربس التناسولي او الهيربس الغير تناسولي يعني النهاردة بنشوف عدد كبير جدا من الشباب والفتيات عندهم هذه الاصابات والعياذ بالله اللي هما بيمرسوا جنس المحرم والعياذ بالله هذا الفيروس فيروس قاتل يعني بيسبب وفيات بالنسبة عالية جدا والآلام بتاعته لانه بيصيب العصب بيصيب الاعصاب ولو دخل مثلا اعصاب الفم الفيروس بعد ما بيصيب المنطقة بتاعت الفم بيختفي في عصب بنسميه التراج جيمون النيرف او العصب اللي هو بيغزي المنطقة بتاعت الواجه ديت وروح يختفي في حاجة اسمين بنسميها العقدة العصبية او النيرف جانجليون ولما الانسان حتى يشفى منه والفيروس مختفي في هزي العقدة العصبية بعد فترة ما الجسم بيضعف يبدأ يظهر مرة تانية ويعمل المشاكل المرضية بتاعته مرة اخرى الهربس التناسولي بينتقل عن طريق الافرازات التناسولية يعني افرازات المرأة من المهبل بينتقل عن طريق اللعاب والقبولات بينتقل عن طريق السائل المنوي بتاع الرجل وبيعمل يعني والعياذ والله يعني جملة من الاصابات الخطيرة جدا سواء بالنسبة لي يعني الاعضاء التناسولية للمرأة او الاعضاء التناسولية للرجل هما بره بيحاولوا انه هما يعني يقو الناس او يقللوا خطورة الاصابة من هذا الفيروس فبيستخدموا الواقع الزكري ما جابش معهم نتيجة بدأوا يستخدموا نوع من الكريمات ما جابتش معهم نتيجة بدأوا يستخدموا نوع من مضادات الفيروسات ما جابتش معهم نتيجة برضو لان كما قلت ان هذا الفيروس سواء الفموي او اللي هو حتى التنسولي برضو بيروح يختبئ فيه العواقع العصبية القريبة من المكان الاصابة وبيبدأ يظهر مرة تانية عمل لهم قلق هذا الفيروس عمل لهم قلق على مصالة عالم وكما ذكرت في التقارير ان حوالي 3 أو 7 من 10 بليون مصاب على مصالة عالم بفيروس الهيربس وحوالي 500 مليون مصابون بالهيربس التناسولي ولا يزو الله علشان كده نقول لي يعني الشباب والفتيات ونقول للنساء ونقول لانفسنا قبلهم اتقوا الله سبحانه وتعالى ولا تتعدوا على حرمات الله ولا تتعدوا على أعراض الناس لان لو انت فلدتم من عقاب الله من عقاب الدنيا لن تفلتوا من عقاب الله في الدنيا وفي الآخرة ودي احنا شوفنا نتيجة اهدل امريكان هون وعدي أوروبا وعدي البسفيق وعدي العالم كله بيعاني من هذا الفيروس اللي هو بينتقل عن طريق الجنس المحرم لعاظه بالله ومش عارفين يتخلص من هذه الفيروسات من هذه الامراض المنقلة جنسية بعض الكتاب والأدباء من داخل امريكا نفسها يقولون ان امريكا بتنهار داخليا وان اوروبا وفرنسا او اوروبا وديل اوروبية منها فرنسا وبريطانيا والسويد والدول اللي هي بتدعي النفسها الحرية واللي بيقننوا زواج المثلاني ولا عزو الله وعايزين يصدرون البلاودية هنا في بلدنا او في الدول المسلمة عشان يبقى زيهم في الوحلة والطين اللي هم فيه ولا عزو الله لكن اسلمنا وشرعنا بفضل الله سبحانه وتعالى زي ما ربنا ذكر لنا في كتابه العزيز ولا تقربوا الزنا لا تقربوا حتى القبلة اللي ممكن ينتقل لك فيروس او بكتيريا من خلال هذه القبلة حتى الملامسة يعني مجرد الملامسة ممكن تنقل لك هزي الامراض وكما بي نبي صلى الله عليه وسلم لم تذرق الفحيشاته في قوم قد حتى يعلنوا بها الا وظهر فيهم الطعون ولا عزو الله والأوجاع خد بالك بكلمة الطعون والأوجاع الطعون ده بيقى مرض قاتل يعني مرض بيقش عدد كبير جدا من الناس يقتل عدد كبير جدا من الناس ولوما ما تنش من هذا الطعون بيبقى فيهم أوجاع ولا عزو الله يتألمون إيلاما شديدا وجع شديد شوف الكلمة والأوجاع مش وجع واحد جمع وجع أوجاع يعني إيه يعني إلا وظهر فيهم الطعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا انتبهوا يا عباد الله يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجي شبابنا وأن ينجي بناتنا وأن ينجي يعني نساءنا من هذا الجنس الغير محرم الجنس المحرم والعزو بالله وأن يحفظ أعراضنا وأن يحفظ فروجنا وأن يحافظ على أهلنا وذوينا من هذه الأمراض ويعني أقول في النهاية شرع الله هو الحسن الحصين لكل مسلم ومسلمة ولكل من يبتغي العفة والطهارة أكتفي بهذا القادر وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خاني على حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة